ليه طيب؟ السبع حاجات دي بتحقق الاستعداد لأربع مكونات هي اللي بتكون الحب الحب عندي كده زي الهرم قعدته هي الأمان شوف لما الزوج كده يبقى حامي الزوج كده يبقى راعي هتلاقي كل الصفات دي بتحقق الأمان سبحان الله تاني حاجة التلت أضلاع بتاعت الهرم دي اللي هم بقى بيبان فيهم الحب قوي الاهتمام اه ده غيور مهتم ده كمان ايه راعي مهتم ده كمان ايه ساعدة مهتم ده قائد وإيه اللي حاصل بس قائد رشيد مهتم كمان باللي أنا بقوله لا وكمان بيحترمني بيقولي الكلام الحلو وبيدعمني وكمان بيقولي وحتى هو بغيرته بحس ان هو بيحترمني لان هو ما تعداش عليها والتأدير بقى يبقى عندنا الأمان والاهتمام والاحترام والتأدير يا سادة الشخص اللي فيه الصفات السابعة دي مش محتاج ليمثل دوله بطولة لان هو بطل فارس أي واحدة هتشوف واحد فيه الصفات السابعة دي أكيد هتحبه وأي زوجة هتشوف زوجها في الصفات السابعة دي اللي بها يتعلق بيه أنا عايز أقولكم حاجة بس الصفات السابعة دي بس الصفات السابعة دي كمان بتخلي الراجل سعيد فرحان حاسس ان هو ليه قيمة حاسس بالفعل بفضل الله عليه حاسس بنعمة ربنا عليه حاسس بان ربنا سبحانه وتعالى بيمده حاسس انه يا ربنا سبحانه وتعالى بيرعاه لان كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي يحس مع كل خطوة بيكون فيها ساعي يحس ان رزقه بيجيله مليان بالبركة وهو كمان حامي يحس ان ربنا هو اللي بيأمنه وبيسكب في قلبه الأمان فيحمي أهل بيته كمان لما يكون هو راعي يحس ان ربنا سبحانه وتعالى مخليه لميد إيد وميد قلب وميد نظر عشان يرعى بيه كل أهل بيته ويحس ان هو لما بيحتضنهم بيحتضنهم بألف إيد تخليهم حسين ان هو بيرعى مشاعرهم بيرعى أفكارهم وكمان لما يكون غيور يحسوا انهم سمعتهم ويحس ان كرمتهم ويحس كمان ان عرضهم محمي ويا سلام لما يكون حمال فيخفف عليهم ولما يكون كمان فخور بيهم يحسوا كمان انهم في مقامة عالية ولما يكون قائد ويكون رشيد يحسوا انهم مش هيضيعوا أيوة بيحسسهم بالأمان والاهتمام والاحترام والتأدير يا رب يجي على كل شبابنا يا رب يكونوا كده عشان عشان البنات ما يحتروش ويبقوا خايفين هو الجواز هيطلع بالطيخة ولا مش هيطلع بالطيخة لا ساعتها الجواز مش هيبقى بالطيخة ساعتها الجواز هيبقى نعمة لما الراجل يبقى فيه السبع صفات دول هو هيحس انه هو فخور بانه راجل ويحس ان الرجولة دي نعمة مش هيب هو انا هجيب منين لا هيعرف هجيب منين هجيب من مدد ربنا ومن رزق ربنا اللي بيكافئ فيه اللي بيكافئ به اللي عنده السبع صفات دولة لانه بيكون نعمة من ربنا يا بنتي لو عندك لو متقدم لك حد فيه السبع صفات دولة دي نعمة من ربنا توكل على الله لان هذا الشخص هو اللي اتحقق فيه حديث رسول الله عليه وسلم إذا جاءكم وانترضون دينه وخلقه فزوجوه هو ده صاحب الدين هو ده صاحب الخلق ويا رب ارزق كل بناتنا وارزق كل أولادنا انه هم يتمسكوا بالصفات دي عشان دوت اللي يخلينا دايما بنفتح الباب للسعادة الزوجية وسعيتها لما يمشي بالصفات دي هيبقى فعلا هم أصحاب السعادة يا رب يسر السعادة لكل بيوتنا ولكل أحبابنا يا رب العالمين